ترجمة نانسي قنقر 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 يلزم التنوية أنه القانون 100 الذي كان يستلزم ويشترط الإشراف القضائي قضية بعدم دستوريته والقانون واجب التطبيق الآن هو القانون 17 لسنة 83 الخاص بقانون محاما هذا القانون لا يشترط الإشراف القضائي يعني ما فيش إشراف قضائي ونقابة المحامين قبل القانون 100 طول عمرها بتدير انتخاباتها بنفسها تحت الحراس أو يعني بدودار من قبل المعينين من القضاء لا ما هي اللجنة المؤقتة دي بتؤدي عمالها بنص القانون نص القانون 17 تعديلات اللي أجلت عليه إنه إذا خل مجلس نقابة المحامين خضية ببطلانه أو بطلان انتخابات يعني تكلف لجنة من رئيس محكمة الإسئناف وعضوية ستة من أقدم رئيسات محكمة الإسئناف تدير نقابة المحامين على أن تجري الانتخابات خلال ستين يوما هي في عمالها ده مش حراسة إنما هي تقوم بمهام مجلس نقابة المحامين رئيس اللجنة يعد بمنزلة نقيب المحامين وأعضاء اللجنة أعضاء مجلس فإذن لإجراء الانتخابات وتسيير الأعمال خلال الفترة دي هنا أنا أعتقد أن ساد المستشاريين بيقوموا بمهامهم حتى هذه اللحظة وبسيروا العمل يعني حتى وإن كانوا علقوا العمل داخل مبنى النقابة لكن أعتقد أنهم بيزاولوا مهمهم هذه المهام المنوطة إليهم من أماكن أخرى إلى أن تهدأ الأحوال داخل النقابة أحنا بنؤكد للجنة الموقعة تقديرنا ليهم والمحامين في أمس الحاجة لتسيير العمل لأن هناك مرضى يحتاجون إلى مصروفات وإلى إجراءات دخول مستشفيات هذا ما ذكره فعلا المستشار زكريز مبارح وقال اللي فيه أمور يعني إيه محتاجة لكن هو اتعرضوا بعض القضاء من المحامين يقال اللي هما يصرفون من أموال النقابة ويأخذون أموال النقابة وهكذا يعني الكلام ده مترد مش يعني إحنا ما بننزل اللجنة الموقعة إنهم بيسرقوا يعني اللبز هم لا يعني هما جروا إنه يتهمهم بالسرقة لكن جرى العمل في العمل النقابي إنه تطوعي والمجالس لقابة المحامين المنتخبة طول عمرها بتؤدي عملها بلا أجر فإذا كانت اللجنة المؤقتة تقوم بمهام من نقيب المحامين وعضاء المجلس فيلزم أن يكون أيضا ذلك بلا أجر يعني تطبيقا لذات القاعدة على هذا الأساس إذا كان الاعتراض على مبدأ صرف مكافآت أو بدلات حضور للسادة عضاء اللجنة المؤقتة فده مش معناه اتهام بالسرقة لا لا إطلاقا هو اختلاف وجهات النظر كل واحد بيطرح رأيه وفي النهاية إحنا بنوكل تقدير خاص إنهم بيتحملوا عب إدارة نقابة المحامين في ظروف استثنائية هل يوجد مبادرة بينكم وبين القضاء أو الجلوس على مائدة واحدة دون وسط أنا شخصيا ما عندش مانع وأنا لدي القدرة أن أذهب إلى نادي القضاء من أجل مصلحة المحامين يعني إحنا ليست هناك نوازع خاصة وليس هناك بغض للقضاء أو كر بالعكس إحنا بنؤكد على ضرورة احترام القضاء سيادة القضاء استقلال القضاء إحنا طول عمرنا بنعارك ونخوض معارك القضاء من أجل استقلالهم ده كله إحنا بنؤكد عليه وما فيش مجتمع ما فيش مجتمع أبدا يعيش دون قضاء مستقل مستقر إحنا بندافع عن حق المحامين في أن يؤدوا عملهم حسب ما يضمن القانون دي ضمانا للمحامي أردنا أن ندافع عن هذا الحق والحمد لله أن هناك نتيجة توصلنا إليها عدم عرض قانون السلطة القضائية إلا بعد أن يكون هناك ممثلين للشعب في مجلس الشعب يناقشون هذا القانون أنا بطمن زملائي المحامين في كل محافظات مصر أنه لن يوجد من يداهن على مصلحتهم ولن نهادن على مصلحة المحامين سنبقى أوفياء لمهنة المحاماة وسنبقى أوفياء لهذه النقابة العريقة إذا ما شعرنا بخطر سندافع كما دفعنا وإذا ما زال هذا الخطر فيتعين أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه بيننا وبين السلطة القضائية هل الدكتور أحسام الشرف يعني بيرتب لجلسة بينكم وبين القضاء؟ لا تعليق لا تعليق طب إلى متى هيطلع للنور ما حدث بينكم وبين رئيس الوزراء؟ لا هو الرجل يعني هو رئيس الوزراء الرجل مهموم بالقضايا كثيرة بيقول أنه مصر لا تحتمل أنه يكون في أزمة بين جناحي العدالة فهو بيقوم بمساعي احنا قلنا له أن المساعيك متأخرة لكن على كل حال هو يشكر لأنه يقوم بهذه المساعي احنا ننتظر أن يسفر أن تسفر جهوده إلى ما يحفظ لمصر أمنها واستقرارها الخضايا يقولون أنهم يوم الجمعة يعني اعتدى عليهم من بعض المحامين والمحامين التعمدوا يعني إفشال الجمعية العمومية والمحامون يقولون أنهم أطلق عليهم النار في الهواء أو بعض المحامين يصيبوا علم القاصي والداني أنه التجمع الذي تتجمع حول دار القتال العالي يوم الجمعة الماضي كان من مواطنين أي أن كانت خلفيتهم السياسية من 6 أبريل أو من بعض أسر الشهداء أو من بعض المواطنين اللي هم ظالم ضد تعديات أراضي يعني على كل حال لم يكن هذا التجمع لم يكن مدبرا من المحامين ربما تواجد إزاء إطلاق النار ثلاثة من المحامين لكن وجودهم كان لاحق للأزمة ولاحق للتجمهر ولاحق للإدافات ولاحق لإطلاق النار وبالتالي أنا أعتقد أنه يحسن أن يكون هناك لجنة تقصي حقائق تتتبع المعلومات وإفادات الشهود حول هذا الموضوع وإعلانه للرأي العام يعني كغلق لباب الجدل حول هذا الموضوع أعلن اليوم في نقابة المحامين أنه يوجد غدا السلساء المؤتمر أو جمعية عمومية أو لاحقة للجمعية العمومية السابقة والله أنا استمعت إلى الأستاذ زكريا إدريس بصفته من ترأس الجمعية العمومية الطريقة الماضية باعتبار أكبر أعضاء سنن صرح أن لا يوجد من بين القرارات التي تأخذ الدعوة إلى جمعية عمومية غير التي من المزمع عقدها يوم 15 نوفمبر باعتبار أن الجمعية العمومية الطريقة التي انعقدت هي في حالة انعقاد دائم وبالتالي باتت الحاجة غير ملحة لعقد جمعيات عمومية أخرى هل يوجد التواصل بينكم وبين الشباب المحامين الذين يصورون ويعملون المظاهرات؟ أكيد أكيد في اتصالات مستمرة ونحن نحاول أن يكون حتى الغضب يكون غضب في إطار شرعي وفي إطار قانوني حتى لا نفقد تعاطف الرعي العام وحتى لا نفقد الحجة التي هي من الممكن أن تسعفنا في الحصول على حقوقنا والشباب الحقيقة ممتثلون والشباب يتواصل معنا والأمور الآن أفضل وكل المحامين كانوا من يوم السبت اللي فات هم عندهم الرغبة في العودة إلى العمل العودة إلى معاكمهم نأمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت متى نرى القضاء جالسون على مئدة واحدة أنتم وهم؟ أعسى أن يكون قريبة قبل العيد أو هذا العيد؟ لا أنا ما عنديش معلومات في هذا الإطار أنا تقصيا برحب أي جهود تبزل في هذا الإطار ما عنديش تاني بقول ما عنديش أزمة مع السادة القضاء الاحتقان زال بتعليق القانون إلى أن ينظره مجلس منتخب برلمان منتخب ما عنديش أزمة مع القضاء احنا بنكون كل تخدير لقضاء مصر شكرا صلى الله عليه وسلم شكرا